مرحبا معكم محمد زريقات من موقع عرب ثرابي حاب اليوم أبدأ في التنويه إلى بعض النقاط اللي ينبغي لأخذ الاعتبار فيها ووضعها وأخذها على محمل الجد عند التوجه لعلاج الوسواس القهري كثير من المرضى الوسواس القهري ممن وجدوا في العالم يشكون من هذه النقاط لذلك أحببت الانتباه إلى هذه النقاط لتعدد تكرارها أول نقطة دائما نتوقع ما هو غير متوقع وماذا يعني ذلك؟ أن دائما نتوقع وجود أحداث جديدة في حياتنا دائما نتوقع وجود أفكار هوسية في حياتنا ولا ينبغي اعتبار أن هذه الأفكار تدل على عدم العلاج أو توقف العلاج أو على عدم نجاح العلاج أيضا وأيضا ينبغي التركيز على النقطة الأخرى وهي نقطة توقع وجود مخاطر أو وجود مخاطر في عملية العلاج أنه دائما فيه هناك خطورة دائما فيه هناك خوف دائما فيه هناك تجنب قد يتواجد لديك ولكن أنت بدورك كيف تتجنب هذا الخوف من خلال مواجهته وجودك للدائرة العلاجية دائما وجودك فيها عفوا ودورانك فيها دائما واعتقادك أنك لم تتعافى أبدا هذا أحد المشاكل اللي ممكن أنت توقع فيها إلا أنك عند اعتقادك أن هناك ما هو غير متوقع دائما سوف يحدث هذا يسهم في العملية العلاجية ودائما منحاول أن نوافق على أي فكرة مهووسة أجتنا جديدة وما نجادلها وما ندخل فيها لا يا عمي يا فكرة تعالي أهلا وسهلا وأنا متقبلك وإنت جزء مني وجزء من حياتي ما عندي مانع أنا أني أقعد أفسر أو أجادل بهاي الفكرة لا التقبل هو الجزء الأساسي والرئيسي من هذه العملية واللي ينبغي أني أنا دائما أركز فيه وموضوع التقبل لا يعني بأي حالة من الأحوال أنه الانهزام لا التقبل قد يكون أحد أساليب الكوبينغ ميكانيزم وهي أساليب التكيف النفسي أو أساليب التعامل مع هذه الأفكار ولا يدل على ضعف المريض أبدا قبول هذه الأفكار لا يدل على ضعفها لأن لا نعلم بأي حالة من الأحوال ممكن أن تسهم هذه الأمراض أو هذه الأفكار عفوا أن تسهم في تدني الحالة المزاجية دائما بمحاولة علاج الوسواس القهري لا نتخذ نمط أبيض أو أسود أو أن كل شيء أو لا شيء هذا أحد السليب التي يقع بها أو أحد نمطية التفكير التي يقع بها مرضى الوسواس القهري أنه يعتقد أن هناك خيارين إما أني فاشل أو ناجح لا طبيعي جدا أن أي إنسان ممكن أن يدخل تجربة جديدة ويتعلم مهارات جديدة ويقاوم أفكار جديدة أن يرتكب أخطاء لذلك ينبغي عدم الحكم على أنفسنا وعدم اتخاذ قرار سريع القرار السريع قد يسهم في وجود أخطاء دائما هذه الأخطاء تسهم في عودتنا مع الوسواس القهري إلى نقطة الصفر وهذا ما لا نرنو إليه دائما نتذكر ومنحب نذكر مرضى الوسواس القهري أن حالتك اللي أنت موجود فيها هو مسؤوليتك الأولى درجة أولى ومش دائما أنت بحاجة أي إنسان عشان يدعمك ولكن لا يعني رغبتك في أنك تشكل إنسان بتحبه وبحبك مشاعرك يدل على ضعفك لا ولكن منحب دائما أن الإنسان يعتمد على نفسه خصوصا مرضى الوسواس القهري ووجود شخص داعم إليك قد ينمي في داخلك حافز وينمي في داخلك دافع لكن هذا الإنسان دائما نتذكر ونخلب بأنه هو بشر قد يمل قد يصل لمرحلة انزعاج عالي جدا من الحال اللي أوصلته إلها دائما شكاوي دائما شكاوي دائما شكاوي الإنسان يكره الروتين ويكره الثرثرة التي تكون غير مبررة غالبا لذلك لا يقدر وضعك ولا يعلم أعراض الوسواس القهري التي أوصلتك إلى هذه المرحلة لذلك ينبغي التركيز على أن الإضطراب الذي تعاني منه هو مسؤوليتك أنت وهذه المسؤولية تقع على عاتقك من ناحية تطبيق الواجبات المنزلية ولا مانع من مشاركة الأخصاء النفسي في كافة الأفكار التي تراودك تجاه هذا الموضوع مسؤوليتك ولا مانع من إبلاغ الشخص الذي يعالجك ويتوجه معك في رحلة علاج طويلة تركيز أيضا على نقطة عدم نفاذ صبرك ولا تقارن حالك بحالة أخرى أو وضعك بوضع آخر في مرضى الوسواس كل مريض نعامله أو كل شخص يعاني من أعراض وسواس قهري نعامله على انفراد تمام ولا يمكن تشابه الحالات بسهولة ولكن هناك أعراض تتميز ويشترك فيها معظم الأشخاص ينبغي الحذر أن تقارن نفسك بشخص آخر لأن المقارنة أحد أسباب رئيسية للانتكاسة التي يمكن أن تعاني منها دائما عندما تملك خيارات وهذه النصيحة مهمة جدا لمرضى الوسواس القهري عندما تملك خيارات توجه نحو الخيار الأصعب دائما لتتم عملية العلاج على أكمل وجه تجنب الهروب وتجنب عدم التصادم مع مخاوفك بالعكس البحث عن مصدر الخوف ومواجهته هي أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في عملية علاجك لذلك تجنب الخوف هو سيعيدك إلى نقطة الصفر دائما وستبقى في دائرة واحدة تدور حول نفسك لن تستطيع بعدها التعافي لذلك الخيار الأفضل دائما هو التوجه نحو القلق التوجه نحو الخوف ومقاومة هذا الخوف من خلال تقبله ومن خلال التعامل معه وعدم غض البصر عن هذه المخاوف واجهاتك المنزلية التي أوصاك فيها المعالج يوميا راجعها حتى لو كنت تعتقد أنك تعرفها جميعا وأن كافة الأعمال التي يطلبها مني لا تجدي نفعا ولا تسمن ولا تغني كل هذه الألفاظ تسهم في عودتك إلى النقطة الرئيسية وهي نقطة الصفر وهذا ما لا نطمح إليه ولا نرنو إليه لذلك ينبغي دائما التركيز على أن المتابعة والمراجعة للنقاط التي تم توصيتك بها من قبل المعالج هي النقطة الرئيسية للعلاج الواجبات المنزلية درجة أولى عند التوجه إلى الواجبات المنزلية في علاج الوسواس القهري ينبغي التأكد دائما أنك شريك وتشكل نصف العملية العلاجية وتسهم في وضع الأهداف أنت كشخص تعاني من أعراض الوسواس القهري من المهمة التأكد دائما أنك شريك في هذه العملية العلاجية وأن مواجهتك لبعض الواجبات المنزلية التي حملتها أو التي أوكلت إليك من قبل المعالج تأكد تماما أنه من حقك العودة للمعالج وإبلاغه دائما أن هذه الواجبات المنزلية صعبة أو قد تسهم في تعزيز بعض الأعراض الموجودة عندك وهذا لا يدل على ضعف العملية العلاجية بأي حال للأحوال لأنه كما سبق وتحدثنا كل حال تختلف عن الأخرى وبعض الواجبات المنزلية التي قد تجدي نفعا مع إكس قد لا تجدي نفعا مع واي وإكس وواي هما مثالين على حالتين يعانوا من اضطراب نفسي دائما هناك من أعراض اضطراب الوسواس القهري هو فكرة تتمثل لدى المريض في أنه ينتظر اللحظة المثالية لبدء الواجبات المنزلية الآن بدء الواجبات المنزلية ليس له هناك أي لحظة مثالية لذلك الآن وهذه اللحظة هي اللحظة التي ستبدأ فيها في مرحلة العلاج لأن التسويف سوف أعمل كذا وسوف أصنع كذا وسوف أتوجه للتوقف عن التفكير كذا وسوف أقوم بكتابة أفكاري في وقت كذا كل ذلك له دور رئيسي في تعزيز الأعراض الوسواسية التي تعاني منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر